موسيقى لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود للإكسل وورك بوك اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلش في القناة لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك نوتيفيكيشن لما نعمل فيديوهات جديدة طيب الحاجة اللي بعد كده لو انا احتاج ان انا اعمل فلتريشن لبعض الديتا الموجودة هنا افرد مثلا انا عايز اتفرج على النفس التابل دا بس باي ريجن انا عندي هنا معلومة الريجن موجودة في البيوت تابل لو خدتها وحطها في الفلتر فوق في الفلتر اريا زي ما كنا عملنا قبل كده حلاقي كل الريجن بتاعتي ممكن اختار اي واحدة منهم ويأقلب فيها براحتي بس انا مش عايز الشكل يبعامل كده انا عايز حاجة تبقى انتر اكتف او حاجة فيجول قدر اشتغل عليها وهنا يجي دور حاجة اسمها سليسر او مقسم العرض زي ما اتفقنا فتعالا ناخد تاني الريجن دي ونطلعها برا عشان اعمل سليسر من البيوت تابل او من البيوت شارت عندي اكتر من اوبشن يما انا واقف جوة البيوت تابل اروح على البيوت تابل اناليز واروح على الحتة بتاعت فلتر دي واختار انسرت سليسر وساعتها حيجيب لي كل الفيلد ويقول لي عايز سليسر فين لو انت مش عايز توجع دماغك وتدور في الليست الطويلة دي ممكن تروح على البيوت تابل الليست على طول واختار الريجن واقف عليها وعمل رايت كليك واقول له اد از سليسر هاعمل لي على طول سليسر بالريجن تعالا ناخده على يمين شوية هنا وزي ما انت شايف هاقدر فيجولي اختار الريجن اللي انا عايزها البيوت تابل بيتغير والبيوت شارت كمان بيتغير اقدر افك الفيلتر من هنا واقدر اعمل سايزنج وفيه كمان اوبشنز كتيرة هنشوفها واحنا شغالين طيب دلوقتي احنا زي ما شفنا انا عندي الديتا بتاعة سنة 2016 اللي كنا واخدينها من التابل اللي هنا افر انت عايز تعمل اوبديت للديتا بتاعتك بتاعة سنة 2017 موجودة في تابل تاني كل اللي هعمله ان انا اختار سيل نمبر تو يعني اول سيل على الشمال اول كلم على الشمال ولكن تاني رو من تحت الهيدرز وادوس على الشفت وكنترول مع بعض ساهمل تحت عشان اختار لحد الآخر وساهمي مين عشان اختار لحد الآخر وكنترول سي وحروح على شيت بتاعة اكتشوال 2016 وانزل تحت خالص واقف على اول سيل فاضيع على الشمال خالص على اول كلم على الشمال واعمل كنترول في هتلاقي التابل بتاعك اردي بيتمدد وديتا بتاعتك كلها بتخش ومما ان البيفت تابل اللي انا اعملها معمولة على التابل شخصيا فلو عملت ريفرش عن طريق نقف على اي سيل ورات كليك واقل له الريفرش او استعملت الشورتكات واقلت الت اف 5 هتلاقي الديتا الجديدة عمل لها update ولو جيت هنا تحت خالص وخدت الييرز وحطتها في الرز مثلا هنا فحلاقي بعندي سنة 2016 وهلاقي عندي 2017 وزي ما انت شايف ده رفلكتد في البيفت شارت تعال ناخد الييرز برا عشان نرجع على الشكل القديم المرة دي بقى بدل ما انا كنت بعمل slicer عشان اقلب في الريجينز انا عايز اعمل حاجة اسمها timeline علشان اقلب في الزمن الزمن ده including الايام الشهور السنين اي حاجة انت عايزها ازاي insert timeline بالزبط زي ما عملنا في slicer هاختار اي سيل جوه البيفت تيبل ممكن اروح على pivot table analyze وحلاقي حاجة اسمها في filter حاجة اسمها insert timeline او نفس الكلام اروح على date في البيفت تيبل list ورايت كليك وقوله add as a timeline حيكاريت حاجة جديدة object جديد زي ما انت شايف على field اللي اسمه date اللي موجود هنا تعال ناخده وننزل به تحت chart وزي ما انت شايف فيه كذا حاجة لازم نبص عليها جوه timeline ده اول حاجة في scroll bar هنا اقدر اجيب بالزمن by default هو عاملك month يعني انت بتقدر تقلب بالشهور لو اخترت january pivot chart وال pivot table حيبقى كلهم بصين على january لو استعملت السهم كده وعملت dragging ممكن اختار ثلاث شهور مع بعض وكتب لك هنا q1 2016 هنا بيزهر selection بتاعك ال label بتاع selection بتاعك فهنا بقى ال data بتمثل ثلاث شهور او quarter one لو انت عايز view كله يقلب quarters حدوس على month هنا وممكن اختار quarters فانا كده بقيت باصس على quarters ممكن اختار السنة كلها ممكن اختار ثلاثة quarters ممكن اعمل اللي انا عايزه ممكن اخلي كمان ال view بال days يعني انا لو اختار days هنا ممكن اختار يوم واحد 1 january 2016 زي ما انت شايف كل حاجة عندك قلبة اليوم واحد وممكن كمان اختار years بقى عندي ثلاث سنين 16 17 18 اكشو 18 فاضية لكن ال data بتاعتي بتاعت 16 و 17 موجودين وممكن احط السنتين مع بعض فهتلاقي هنا ال label من 2016 2017 وانا مختار timeline اقدر اعمل شوية تنسيق formatting لو انا مختاره هنا هتلاقي هنا في timeline مفتوح طبعا لو انت شلت selection من على timeline مش هتلاقي موجود فلازم تختار timeline وحتلاقي حبة حاجات ممكن تعملها ممكن تغير في height ممكن تغير في width ممكن تختار style اللي انت عايزه في اشكال الوان ready made ممكن تعمل new style واحنا شوفنا زي ممكن نعمل كده في pivot table واعتقد ان هو مش فارق كتير ممكن تجربها بنفسك ممكن كمان اشير الheader يعني date معروف انه date فخلص شلت الheader مش محتاجه ممكن اشير scroll bar ممكن اعمل resize زي ما احنا قلنا بادينا فكده بقى انا مش موجود عندي scroll bar لكن عندي time level او ممكن اشيره بس انا بفضل اخليه وعندي selection label اللي هو هنا كان موجود هنا عشان اعرف انا مختار ايه بالزبط انا بفضل اخلي الاثنين دول at least عشان اقدر اولا اغير الlevel لو انا حبيت سانيا اشوف انا مختار ايه بالزبط اعتقد كده شكل مش بطال ومناسب شكرا لوقتكم بكده نكون وصلنا لاخر الفيديو ارجو يكونوا استفدتوا وشركوا في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته